تنبهوا هذا الشيء مهم جدا الله جل وعلا ذكر أنواع التوحيد الثلاثة في أول سورة الفاتحة التي هي أول سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين هذا توحيد الربوبية الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا توحيد الأسماء والصفات إياك نعبد وإياك نستعين هذا توحيد الأولوهية ومن هنا قال العلماء التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الأولوهية وتوحيد الأسماء والصفات وهذا مذكور في أول الفاتحة كما أنه مذكور في آخر سورة في المصحف وهي قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس رب الناس هذا توحيد الربوبية ملك الناس هذا توحيد الأسماء والصفات إله الناس هذا توحيد الألوهية بل إنه ذكر الأنواع الثلاثة في آية واحدة في قوله تعالى رب السماوات والأرض فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا رب السماوات والأرض هذا توحيد الربوبية فاعبده توحيد الألوهية هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات فأين الذين يقولون إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة تقسام تقسيم باطل ولا دليل عليه أين هم من هذه الآيات نعم